السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الثلاثاء 4 تموز يوليو طبعا القمر موجود في برج الجدي في ساعات ما بعد العصر بده ينتقل لبرج الدلو طبعا اليوم يوم للمفاجآت والشفافية والروحانيات والتفكير والأفكار ولكن أيضا هذا يوم مناسب للمحتالين والنصابين يعني بقدروا يستغلكوا بشكل جيد وينصبوا عليكم طبعا القمر زي ما حكينا هو الآن موجود في برج الجدي ودينتقل لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزلة سعد بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإتلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و40 دقيقة من ظهر اليوم الثلاثاء لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة سعد السعود معني هي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق وبما أن القمر ما زال موجود في برج الجدي معناته منظل على طبيعتنا الجدي منحاول إنجاز عمل متراكم منجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وبسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر وبوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفياثرية أو البدء بحمية أو شراء بوليس التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية من الزوايا هي زاوية البطيئة التربيع السلبية بين الزهرة وبين أورانوس وأنها هي تأثيراتها من 24-6 إلى 14-7 طبعا هذه تخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات ويتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة بأنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اختران إيجابية بين الشمس وبين عطارد وهذه تأثيراتها من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 طبعا بتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية بتجلبنا نوع من أنواع الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية وهذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات والنجاح الأدبي والمشاريع الحالية يجب علينا التركيز بشكل جيد على مجهودنا وعلى أهداف محددة وهذا الاتصال يعني شوي بأثر على بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسفر أو الصداقات أو الزوجية يعني مشاحنات خلافات سوء تفاهم والتأخير بالسفر أو إلغاء موعد طائرة مثلاً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهذه تأثيراتها مستمرة من يوم 24-6 إلى يوم 8-7 طبعاً تدفع بحضورنا بصورة عامة وبتقوي إرادتنا تمنحنا ثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وبرضو هذا الاتصال بجلبنا نوع من أنواع الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكوننا دور اجتماعي مهم وممكن نحقق يعني نجاح على المستوى الحياة المهنية أو المادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل وهذه تأثيراتها من يوم 21-6 إلى يوم 6-7 طبعاً هذه الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية وبتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحسب الواجب وبرضو بتساعدنا على النجاح وبتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن نحقق نجاح في العمل أو مع علاقات جيدة بتكون مع الآباء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو هاي الزاوية تأثيراتها من يوم 28-6 إلى يوم 12 وهي زاوية منفصلة هي اللي بتسبب بعودة شخص لحياتنا من جديد أو حدث معين أو موضوع قديم ولكن هذا الموضوع بدعم وضعنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي تأثيراتها من يوم 17-6 إلى يوم 5-7 طبعا بالنسبة لهذه الزاوية بتخلي في عنا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا وبتجعلنا غريبين الأطوار وعنفين وبتسببنا شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 25-5 إلى يوم 14-7 طبعا بالدعم من وضعنا المادي والمهني أو الاجتماعي وممكن نحصل على ترقية أو مركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن والسعادة المادية وهي فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا بالنسبة للزاوية اللي اليوم ذروتها وقوتها أول زاوية زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين الشمس وهي طبعا ذروتها ساعة 11 و38 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين اللي هم أوعد بث الحلقة ولكن تأثيرات هاي الزاوية مستمرة لغاية صباح يوم الثلاثاء بخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين وتجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات وخصوصا مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية أيضا هاي مستمرة تأثيراتها من الآن وحتى صباح يوم الثلاثاء هاي زاوية التقابل بين القمر وبين عطارد بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طباع وبرضو هاي بتعطيهم مصدر من التوتر وخصوصا للأشخاص اللي بكونوا متعبين وبرضو بتزيد من هيك احتمالية تعرضنا لبعض الحوادث ما منحسن التحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي تأثيراتها تقريبا من مغرب الليلة الاثنين موعد بث الحلقة وحتى عصر يوم الثلاثاء وهي تثليث بين القمر وأورانوس ذروتها الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة صباحا من صباح اليوم الثلاثاء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبرضه بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي الزاوية طبعا تأثيراتها هي ذروتها الساعة وحدة وثمانية واربعين دقيقة بعد ظهر اليوم الثلاثاء تأثيراتها بتبدأ من صباح يوم الثلاثاء وبتستمر حتى مساء يوم الثلاثاء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهي ذروتها ساعة أربع وخمس واربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش طبعا بتستمر تأثيراتها من ساعات صباح يوم الثلاثاء وبتستمر حتى صباح يوم الأربعاء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع وبتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام بخصوص مكانة المرأة وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية ولكن احنا التركيز عليها هاي الزاوية على إنها هي بتدعم الروحانيات بشكل كبير وبتعطينا طاقة إيجابية وقدرة أن نتعمق بأفكارنا وتكون ردود فعلنا قوية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة أربعة وخمسة واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش ورح يستمر لغاية الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش لينتقل القمر بعدها لبرج الدلو هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة خمسة وتسعة وعشرين دقيقة بعد العصر القمر خلص بنتقل باستقر في برج الدلو عشان هيك بنصير من بعد العصر نشعر بأن بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر مننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي وبغسع نتعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية ذروتها الساعة تسعة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح يوم الأربعاء ولكن تأثيراتها بتبدأ من مجرد ما انتقل القمر وصار في الدلو تبدأ تأثيرات هاي الزاوية يعني من ساعات ما بعد العصر أو عند المغرب تقريبا وبتستمر حتى مساء يوم الأربعاء يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا ونحذر من المخادعين والأشخاص اللي بدهم يستغلون ماديا طبعا النصابين رح يستفيدوا في هاي لأنه سهل جدا يقنعوا وأي شخص وخصوصا مع زاوية بلوتو عندهم ملك بالإقناع عالي جدا واستغلال الناس وأخذ فلوسهم الأشخاص الثانين يديروا بالهم عادوا دبروا حالكو بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا بالنسبة للركبتين والمفاصل العمود الفقري وعضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هدولا مستمرات لغاية ساعات ما بعد العصر أما من ساعات ما بعد العصر فبصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغدى الدراقية يعني برضو اليوم لا يصلح لعمليات التجميل ولا أمور الشعر ولا الجلد ولا أي شيء بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا القمر بتناقص ولكن ظل في مراحل الاكتمال عشان هيك برضو ما بنصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت عمليات جراحية طارئة طبعا كل شيء الاطراري زي ما حكينا ما تغمروا في هاي الفترة من ساعات طبعا ما بعد الانتقال العمليات التجميل والقص الشعر والأمور هاي ما فيها أي مشكلة بالنسبة لبرج الدلو طبعا القمر بما أنه رح ينتقل وصير في برج الدلو دلو المسار القادم بيبدأ الساعة 41 دقيقة بعد ظهر يوم الخميس ستة سبعة وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة واثنين وثلاثين دقيقة بعد العصر فينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الحوت أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة ستة واثنى عشر دقيقة مساء بصير عمره 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير سبعة وتسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاثة وعشرين سبعة سعيد بنسبة سبعين في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة مية في المية القمر في الجدي بده ينتقل للدلو رح يضل في الدلو لغاية يوم ستة سبعة سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة ثلاثين في المية في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 60% وفي ساعات العصر ترجع نسبة السعادة إلى 30% أما في ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة إلى 10% اللي هي عند المغرب تقريباً اللي هي مع بداية زاوية المشتري اللي حذرنا منها تبعت النصابين وفي ساعات عند قرابة منتصف الليل بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في السرطان حتى يوم 11-7 سعيد بنسبة 30% الزهرة في الأسد حتى يوم 23-7 منتحس بنسبة 25% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً اللي وصل معنا لهون ياريت تحطوا لايك أو الكبسات اللي تحتها يعني كبسوا عليها إذا حابين مش حابين عاد تكبسوش وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتظل الأجواء جيدة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم إشي إن كنت هدءوا من روعكم وما تنفعلوا واتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم واتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها أما في ساعات ما بعد العصر تلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعد دراسياً أو مهنياً أو عائرياً وبتكثر عندكم الاتصالات والموعد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لفعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم ممكن تذهبوا في رحلة أو تروجوا لعمل أو تحصلوا على معلومات ما بتتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتكم العاطفية والعائلية أما من ساعات ما بعد العصر بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهم شيء أنه ما ترتجلوا المواقف والتصاريح وحاولوا إنكم ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليكم المسؤوليات وممكن تواجهوا أمر صعب شوي ومعقد فحاولوا تلتزموا بمسؤولياتكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة سارعوا في تهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير بتتلقوا مساعدة أو تعاطف عليكم تتحلوا بالليون والتفكير الموضوعي أما من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات وبرضو بتحمل لكم هاي الفترة لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب سفر أو تسويق أو نشر أو دراسات عليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة اتحركوا على مختلف الأصعاد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبوسعكم إتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن مش في فترة خلو المسار هاي فترة شوي بتظل طاقتكم ضعيفة فيها فعشان هيك بتكونوا صبورين وعندكم نوع من أنواع المرونة وممكن تتعرضوا لبعض المضايقات أو الخلافات أما من ساعات ما بعد العصر القمر بنتقل للبيت الثامن بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا التعديل المطلوب على نمط حياتكم لتتماشى مع التقدم والتطور في محيطك على حسب أنت شو طبيعة شغلك وبيطمئن بالك وبتفرح لتطور ما فترة جيدة لتصحيح الأخطاء أو لتكرار المحاولات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم كونوا منظمين واحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع المعاونين وما تهملوا صحتكم وما تأجلوا ولا تماطلوا عمل حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما من ساعات ما بعد الظهر بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوءكم ما ترتجلوا الكلام وما توجهوا ملاحظات لأنه خصمكم قوي وما بيرحم وبتحمل هاي الأيام نوع من أنواع الارتباط المهم فحافظوا على هدوء أعصابكم وما تكونوا عدائيين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا تعتبر فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم شيء أنه ما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة صحيح الأخطاء لغاية ساعات ما بعد العصر أما من ساعات ما بعد العصر هنا بيتراكم العمل لديكم حاولوا أنكم هاتهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب تظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة وممكن تشعروا بنوع من أنواع التوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو تظهر مشاكل شخصية أهم شيء أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة الأجواء الشوي عدائية ومتوترة فعشان هيك بدك تراعي وضعك الصحي أما من ساعات الصباح هنا بتشتدر من ساعات ما بعد العصر عفوا بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة وتتلقوا إشارة إيجابية وهذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر يوم مناسب لاجتياز امتحان وبتعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران وبتدعمك الحضوظ وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة ممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتأهيل قدراتك أما من ساعات ما بعد العصر هون بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية أهم شيء تلطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها بتثير اضطرابك وامتعاضك لا تخالف القوانين واحترم الموعيد والالتزامات المهنية أهم شيء واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن أي مشتريات غير ضرورية تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين بصرف الأموال تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر فترة إيجابية وممكن تحقلوا من خلالها بعض الأرباح ولكن انتبهوا من المحتالين أما من ساعات ما بعد العصر بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسمع صوتكم وممكن تقوموا برحلة عمل أو تتحركوا بفعالية كبيرة أو تقوموا باتصالات واسعة وبتسفر هذه الاتصالات عن اتفاقية أو مصالحة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبرضو بتحمل هاي الفترة انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة وواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما من ساعات ما بعد العصر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش إنه ما تغامروا بأموالكم هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرار حاسم انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا برضو تظل الأجواء ضاغطة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات ما بعد العصر فعشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدأ وتريدكم لحد الركود تلغوا مشاريعكم أو ممكن تعانوا من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنه ما تحسموا أي أمر لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال وممكن تندموا على أي خطوة بتقوموا فيها أما من ساعات ما بعد العصر بتستعيد نشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح وتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك طبعا كل ما اقتربنا لساعات يعني بعد العصر ولكن المشكلة أنه ساعات القمر لوحدها ما بتكفي مع انتقال القمر نفسه لبيت المتاعد فعشان هيك من ساعات ما بعد العصر بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوض وحاذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك طبعا ياريت اللي ما حط لايك أو ديس لايك وكبس على الكبسات اللي موجودة في أسفل الفيديو ويكبس عليها اشتراك وقومنت وشير ومير وفير وهدول الأشياء بدوش يكبس شكرا لعلك ولحسن الاستماع هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة 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 شكرا للمشاهدة